أعرب دمتري ميدفايدف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن اعتقاده بأن النشر المحتمل لأسلحة نووية أمريكية في بولندا يهدد باستخدامها بشكل فعلي لاحقا وأضف ميدفايدف أن طبيعة القيادة الموجودة حاليا في بولندا وطلبها نشر أسلحة نووية على أراضيها يعني أمرا واحدا فقط وهو أنه سيتم استخدام هذه الأسلحة لاحقا لافتا إلى أن القرار في ذلك سيعود حينئذ للولايات المتحدة الأمريكية